اهلا بكم مشاهدين من العناوين للتفاصيل قال وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة انه قام احد الصناديق التابعة للعملين بالازهر الشريف باتخاذ قرار بشراء شهادات استثمار في مشروع قناة السويس بمبلغ 250 مليون جنيه وشهادات اخرى للعملين بالاوقاف بمبلغ 400 مليون جنيه اكد ان شراء الشهادات بيان وفتوى عملية وتطبيقية لمشروعيتها باعتبار ذلك مشروعا قوميا يعود نفعه على الوطن وضاف ان الاقدام على شراء الشهادات جاء بعد دعوة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر المصريين للاسهام في شراء هذه الشهادات وكذلك صدور بيان واضح عن دار الافتاء ووزارة الاوقاف بمشروعية شراء هذه الشهادات